ارتدت ربوع المملكة وفلسطين خلال الأيام الماضية حلة جميلة بالزائر الأبيض حيث شهدت معظم المدن الأردنية والأراضي المقدسة هطولات ثلجية غزيرة نتيجة منخفض جوياً أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة كبيرة وقد غطت هذه الثلوج كنيسة القيامة وقبة مسجد الصخرة في القدس فيما اكتست الكنائس الأردنية أيضاً بحلة بيضاء جميلة طالت حدائقها وساحاتها الخارجية هذا وانتظر الأردنيون زائرهم الأبيضة بفرح وابتهاج فخرجت الأسر تحتفي على طريقتها بتشكيل منحوتات ثلجية احتوت في بعض منها مكنونات من الأرث الثقافي حيث عززت لديهم روح الابتكار بطريقة جمالية تأثر ناظرين